استعدادات تجرع لقدم وساق لاستقبال الموسم الدراسي الجديد والذي تبدل فيه دولة جهوداً كبيرة للتخفيف عن كاهل المواطن المصرية وتأتي على رأس تلك الجهود افتتاح معرض أهلاً مدارس بجميع محافظات مصر استعداداً لاستقبال الفصل الدراسي الجديد وفي إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطن وفتتح في محافظات مصر معرض أهلاً مدارس بأسعار مخفضة تتراوح من 40% إلى 55% ففي محافظة كفر الشيخ وتحت شعار افرح وفرح ولادك تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ معرض أهلاً مدارس لتوفير كافة مستلزمات المدارس للطلاب بأسعار مخفضة والذي يستمر حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري المحافظ تفقد المعرض والمنتجات المعروضة للاطمئنان على جودتها وعلى الأسعار المعروضة كما ناقش مع الأهالي المترددين على المعرض عن أنواع الملابس ومستلزمات المدارس وأسعارها ومدى ملاءمتها لهم ولكل المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسرى بالمحافظة في محافظة أسيوت افتتح المحافظ عصام سعد معرض المستلزمات المدرسية أهلاً مدارس بمدينة أسيوت ضمن 17 معرضاً تقيمها المحافظة بالتعاون مع وزارة التموين وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بمختلف قرى ومراكز المحافظة لبيع الملابس المدرسية والأدوات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل من 30 إلى 35% وذلك للتيزير على أولياء الأمور ولتخفيف العبء عن كاهل الأسرى